نطلقك؟ كيف نطلقك؟ نحن بقى مدنة العرس نحن نأخذ حق الشرعي وذلك الساعة مرحبا أنا حنان وهذا رجلي مروان هي بقى مدنة العرس الأول ولا يندي للعقد كنت الوحيدة عند والدي عايشة في واحدة الساعة لا تتصورش للبال أمي جاهد ولد الناس تعرفت عليه غير شوية ماشي بزاف لأنه عايش في الخارج ولكني كانت على قزوينة ما بيني وبينه صافي جغط ابني ودرنا العقد وتنتسلناه باش نديره العرس ولكني بعد المرات الظروف ديال الإنسان ما تتمشيش على حساب اللي باغي هو وحد المرات كنت قالسة وجاتني الخبار ديالبابا وماما داروكسيدا توفاو بجوج في دقة واحدة ومن النهاري بقيت تيما بلد تا واحد هي صراحة عندي امامي وعندي اخوالي ولان الوالدين ما تعودهم حتى واحد وهم اللي عمروا عليا ووقفوا معايا في العزو احتراج لي مروان جاء ووقف معايا وليني غدى ثلاثة أيام ورجع في حالاته قد تنقول مصابكو البقى معايا وليني كي غايدير الخدمة ديالو كانت مزيرة وضروري خصو يرجع ايه ويا اخوتي ما نقول لكم كدو بزديك الأيام راكم عارفي الانسان اللي تفقد اعز انسان عنده وانا ما فقط شغل واحد فقط تجوجد الناس اعز ما يكون عندي في هذه الدنيا هما بومي وشاهوا في حالاتهم عند الله وبقيت وحدانية ايه واملي تكمل اللعزو وبقى والناس تيمشيوا واحد مور الاخر كل ساعة يقول لي واحد الله يعدم اجرك بسلام عليك ابنتي الله يصبرك كل ما تيمشي واحد كل ما تزيد همي بحالي تقولوك انت مدفية بالناس وبالعائلة وبالحباب ديالي وليني في الاخر بقيت غير بوحدي حتى من المروان اللي كان ضروري يبقى معايا في هذا الموقف هذا مشا مشا الخدمته ما عنده ما يدير ايه واشا نقول لك مخوتي اللي مجرب الموت سيحس بي صعيبة 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 فوق ما تتخيلوا بقيت في ديك الدار مضل مع لي تنقول واشا نغنبقى بلا والدين كيفاش هذه الحياة ستكون عندي وليني متن تفكر مروان تنقول الحمد لله الحمد لله اللي خلوني بعدها مزوجة وغل مشي نعيش معه راجلي على الاقل سنتونس وتخيلوا اخوتي من اللي كم اللعزه كل شي مشا حتى الناس اللي قراب اللي جداتي ام مين ماما مشات وخلاتني مدخالي قال لها ضروري تمشي انت مريضة وخلصك دواك وخلصك المقابلة لا تبقى وهزها في الطموبيل ودها اما امامي كل واحد مشا لداره حتى ارجع عندي واحد عمي قال لي يا شوث يا ابنت اخويا ما يمكن انت تبقى يقلسة بوحدك اعجي يقلسي معي بما جراجلك ووصيلي مع الله يعاونك في الاول ما بغيتش ولاني مني فكرت مزيان ورقيت بان الوحدانية ستقتلني والحزن على والدية سيضمر لي النفسية ديالي قالت اللهم ما نمشي عند عمي وانت وانت مع بنته كانت عنده بنت وحدة وكانت طيفة ومزيانة معي ايه واه جمعت حويجاتي وخليت الماضي مورايا وخليت ذكريات الوالدين ديالي وسديت الباب عليها ومشيت لعند عمي في حق الله مرت عمي وبنتها كانوا ضريفين معايا وحاولوا مساكن باش يخرجوني من ذاك الحزن ولا اني كيغاندير الله اللي تيعلم بيا اما عمي كان اكبر طماع وذاك الشي اللي جابني عنده في الاول سحبت لي بقيت فيه وبقى فيه اخوه ومرات اخوه ولا اني بجابني ضار بحسبته وضار بحسبة كبيرة سيضار بحسبة كبيرة وبدأ يقول لي ما ستبقى في هذا الدار ستزوجي في برا وعندما ما زال ستأتي وستأتي وستأتي مرة مرة تظهر لنا ونحن اجدنا الدار لماذا ستبقى شدد هذا الدار بحسبة كبيرة سورته وهذا الشي قالوا لي ستبقى كبيرة لأن الوالد كاتب لي الدار اما كل كان عارف الوالد لا كاتب لي الدار كلها جغمطني ما سأقول لكم أنا كتبقة صغيرة وما عندي عقل وتسحبت لي بأن مروان راجل في كتافي ولا أنه مات كثير من عمي تخيلوا الشهر الأول داز بخير مع مروان يهدر معي كل نهار يواسيني يخرجني سعمى من ذاك الحزن يحاول يضحكني ولا أنه غير داز الشهر الأول هو يتقلب علي والتي يقول لي ما أنت تبقى دائما بقلقة في حالي سعمى أنا رمت لي غير قطيات ولا شيء لا يوجد هذا هو سببه لم تبقى تعيط لي بالمرة في الوحيد النهار تصلت بي أخته تتسويل عليك دائما وقلت لي ما جاء عندك مروان وقلت لي لا قلت لي سيمانا هو في المغرب في حالي يضربني أخوتي عرفت بأن مروان لا يوجد غرض فيها صافي بقيت ساكتة تقول خليه حتى يأتي وفعل جاء عندي شيء قال لي أنا عجيت تخيلوا كذب علي ما كانت سيمانا قبل وأنا في هذه الحالة لم يأتي لم يأتي لم يأتي لم يأتي لم يأتي من المشروع أتكتئاب ونقرر من المشروع أخوتي تكاتمها حتى يأتي أختي أريد أن أتنسلك وأخي أخوتي سألت أخوتي سألت كنت لم يأتي لماذا أتركك؟ أنت لم تكن لديك حتى أحد وخحنا عائلتك وأنني بالنسبة له الوالدين التي توفى هذه هي المناسبة في صعب القريقاتك أصلا لا تستطيع أعرس لأولو أنت مقلقة على والدك ونحن كنا مقلقا عليهم أخوتي ذلك الساعة بقيت ندورها في راسي ابنت عمي عندها الحق والأكثر من السيد والتي يأتي للمغرب ويقلس بسيمانة وما يرى مواله بقيت نقول نضرب الحديد ونضربه سخون أنا لم أبقى لأيتها واحد أخوتي ذلك الساعة تصلت بماروان قلت له شوفة ماروان خذتك تقدلي الوراق لي لنأتي عندك أخوتي لماذا مزروبة؟ أخوتي أخوتي يوم من ذلك الساعة أخوتي وهو تترهبن علي اليوم نصيب الوراق غدا نصيب الوراق هذا الشهر نصيب الوراق هذا العام نصيب الوراق لم تترهبن لمروان حتى هو لم يكن يأتي عنده وختي ينزل المغرب ولكن أنا لم يأتي لذلك الساعة طلبت أنا مرات عمي قلت له عافك إلى أن أهضر مع عمي لأنني أحشمت منه يهضر مع ماروان لكي يكمل لي الوراقات ونجمعه ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي فلا تكون لدي شيء مشكل تدري لي الشوطات بالدار ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي بيعي بعد هذا الدار ودري الفلوس تحتك ولم يكن أخوتي من أخوتي وأنا سأخدت ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي لم أكن نتعرف أنني سأخوتي لديك الدار ولم يكن أخوتي ولم يكن أخوتي لديك دائرة ولم يكن أخوتي ولم يكن مستقر فيها حيني لا يظهر حالته مرات عمي يجب أن نسكن ونبقى ساكنة عمري كامل مع أمي لا يمكن وذلك الساعة قلت له أمي غيب لما تفكر في الدار الدار لا سنبيعه بالمرة صافي ذلك الساعة أخي أمي خرج نيابه قال لي وعرفتها بنت أخي لك ما ستبيع دارك وضبرا راسك مع راجلك والله يعاوننا ويعاونك سيدي أختي لدوارتك وقلسي صافي محشي مستحية عيات مرة أمي تقول لنا الشيطان عاوني ماذا تقول قال لي هذا أول ما سنقوله أنا أريد أن أستقبلها أريد أن أضع الفلوس تحتها وأن أضع بشريع وتيلة جاءت للمغرب تلقى راسها عندها لتصرف وعندها لتكون ولا أريد أن تسكنها إحنا تأتي عندنا تأتي 15 يوم شهر قاع تتلس معنا ومالها شنو فيها وهي في الحقيقة أريد أن أريد أن أضع المشروع أريد الفلوس أريد راس المال أريد أن تضغط عليها لنبيع الدار وندخل معه شريكة في المشروع أنا لم أريد مشروع أريد أن أريد أن أضع دوارتي في نسكن أعرفت أختي أعرفت بأن أمي أكبر طماع صافي الزيت عاوتني حويجاتي ومشيت لداري قلت قلسها بوحدي فكرت أن أمشي عند خالي ونقلس معهم ونقرد كالدار ونعاون وفي المصروف وفي كل شيء وإني خالي كانت هو نوع آخر كان أخوي ويف يموت بالخلعة من المرته إذا قالت له يموت يموت قالت له وقف يوقف قالت له قلس يقلس وذلك الجدة اللي مقلسنها معهم مقلسنها غيباش يقضوا لها لانتريد ديال جدي ذلك جوجد ريال طامعا فيها وما يمكنش نقلس معهم أنا غا تجري عليا هاكو بالعلالي ما تتحشم ما تتستحيا عرفتوا لا عائلة كانت عندي ما كان علامة تسلم ذلك شيء على شكل استفطاري وبقيت مركزة على مروان تنشوف أشنو غايدير معايا قلت له مشيت للدار ساكنة بوحدي وانتناقشت مع أمي ولم نستطيع أن نزيد معه التدقيقة ما حابت لكم السيدة تحركت فيه شيئا وقال لي ما هو السبب بحل ما تتعرفني هو في صراحة الله مروان تزوجت به ضغياء لم تتعرف عليه اهتمته والدية قلت نقول يمكن حتم لي مبقى لي الوالد الذي سندني سوف يوقف في كتافي عندك شيئا ما تتعامل معي بحلقة ولأن ربما كان غير هو كان يبقى الوالد سوف يوريه الرجال على يشقى الدين لم تكن تمرت كان هو الذي سوف يوقف له أما أمي وخالي الرجال اللي بقى ولي اللي دايرهم في كتافي همهم غدار اطمع وخيلو حوني في العافية لا تهمهم نزل المغرب و جاء عندي جاء شانطة و جاء حوايج و جاء كل شيء فرحت أنا قلت يمكن السيد غايدر لي الوراقة ديك الساعة و صافرها ولا أني سبحان الله هذه المجيئة اللي جاء حسيت به هذي الغدر في الأول جاء الحوايج دياله جاء التقضياء و كل شيء كل شيء اللي تقضي و جاءت و قلت الدنيا هانية صافي غير دخل و قلنا قالسين و قلت يا بنت الناس نحن العرس لا نقوم بعمله والديك عدماته هذا نحن ندخل بك أنت مراتي و حلالي و لم أجد ما نقول و سأكون لديه الحق أنا مراتي و حلالي ما يوصف هذا من الساعة أخي معاود ضربية ما يريد أن يأخذ حاجته و يمشي في حاله السيد ضرب بالدنيا بركلة و لم يكن لديه في الحال و لم يكن لديه واحد في الجنبي الذي يوقف معايا و يقول له رد بالك هذا يرى مراتك و عندها حقوق عليك و قال قال قانية وحدانية حتى من العام و الخال و قال لم يكن يهضر عليك كل شيء يريد أن أطمع كل شيء يريد أن أطمع فيها هذا الدار و تخيلوا قال لي لماذا لا تذهب مع رجلك و هذا الدار يأتي و نتحول فيه نحن مضيقا نحن مضيقا و معنا الوالدة وهذه الدارة لا تجعلنا الدار و تخيلوا كل شيء يريد أن نعينه في الدار و أنت أحب في الجيحة تأخذ نفسي ما يكون مرهد مروان لا يأتي شراب لا يتعامل معك كمراته على سنة الله و رسوله كل شيء نعينه في الدار ماذا سأقول لكم أخي ذلك الساعة حسيت بأن سنة ديالي اللي كان معايا واللي كانت يبغي لي الخير فأمي مشاو بقيت غير مع الدياب أولهم مروان راجلي واحدة من جدة من اللي مشيت وشكيت عليها من خالي قلت لي ما قال لك عيب بسيري عن دراجلك تعيشي برا مخيرة ماذا قلت ستديري هناك تتقيل في الدارغة بوحدك كان الناس يهضروا عليك وحنا ما فيها بس اللي جيناس كنا في دارك وخال كانت ستشوفهم ضيق وواحل فيي حتى أنا ماري وش هدو باشار ولشنو هدو أقرب الناس لي صافي ديك الساعة قلت تنفكر أنه ما عندي حتى واحد خصني نعتمد على راسي وأي حاجة ستديرها أنا اعتمد على راسي وحتى هدو مروان سوف نفاصل معاه وأنا اللي سوف نفاصل معاه بالأجدد تا واحد تا واحد ما يوقف معايا سوف نوقف مع راسي صافي أخوتي خليت غيجة قلت له شوف أولد الناس أنا ما سوف نبقى معك بالنسبة لي أنت ما راجل مواله تا واحد الإنسان تأتي دوز وقته معايا وتمشي في حالاته حتى من الأولاد تيقولي إياك تولدي حتى هو كان مزوج بواحد غاورية ووالد معها جوج ولاد وكانت مدوز عليه المحنة هذا الشي ما عرفته تال من بعد يعني ما عنده غراض بيا تيجي إذا لقى الوقت تيجي عندي لما لقى الوقت رأتي دوز القونجي دياله وتمشي في حالاته وأنا مربوطة بماروان ولكني لقيت حل ولكني لقيته بوحدي بلا ما يعاونني حتى واحد حتى اللي كانوا توقفوا معي وتعاونوني تساندوني ومشاو وأصلاً أننا أشغل بماروان عرفته هو إنه نوع نهار اللي تيجي تيجي بوكو فلوس يبقى يحرق فيهم يحرق فيهم غاف الخاويات ونهار اللي تيكون غادي خاصه يتسلف آخر مرة بعد تبليج ديال الوالدة ديالي داير التامان وبقى ليه ديكرة وبقى مزيّرني حتى بعته وهو باش مشى شخ ندير به هنبقى تابعه 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 تغيبيعني حتى الضوارة هذيك الضوارة اللي كل شي طامح فيها على هو ما غيكونش طامح تاور غيكون طامح ولاني رغم هاد الشي كله ورغم هاد النزوقية اللي كانت فيها جاء مروان وبدأ يضوخ عليها حتى ترطيت له واستقت حاملة واشا نقول لكم هادك ولدي ما غني ندمش عليها ولاني ندمت على ان مروان هو الوالد دياله كيف ما قلت لكم جاء وبقتل ضوخ عليها وتتعامل معي زوين وانتي يا مراتي وانتي 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 انسان مسؤول المهم الضوخة اللي تتعرفه صافي انا كنت مقررة انني ستفرق معه لانه كان زائدني في الهم سعدني لون رجل اللي تقضي بال��게 وتتعرف الجنة وتصدقت حاملة واضد ولي Cotton ون Ace وانتي وانه عاد بالمعقول لانه لم يMP eat من النonds وانتي من المسؤول صافي خرب طرقا J الذي كان عندي kendi وما والد صافي لأنني لم تحتاجها للخدمة لقد عيشها بخير ودابا انا محتاجة للخدمة لقد وجدت فيها صافي اخوتي خرجت واحد البيت فتحت له باب دياله على الزنقة وسترزقت فيها الله الحمد لله بخير عندي الكليان ديالي خدامة مخصني حتى خير والدي دابا عنده 17 عام كل مرة يفرع لي راسي بغيت نخرج برا عند الواليد ديالي بغيت نخرج لبرا تنقول له ولدي خدم في بلادكم ودير مستقبلك هنا وقرا هنا راه الواليد ديالك وكان يخرج شي واحد كل خرجني انا ايه ومعا منتظري الدري بقي صغير وفصيل المراهقة وسحبت له بأن الواليد دياله غاد يخرجه وغاي صوفيه وليني بقي مفاهمش خليه توقف على هدرتي المهم دابا انا وقف معه وقفة ديال الصح وقف معه في قرايته في الرياضة دياله ما مخليه محتاج للتحاجة وتر ربيهم زيان الحمد لله ربي اعطاني القوة من عنده بلا جدا مروان ولا عمي ولا خالي ولا جداتي اصلا انا ما بقى اعتبرهم هدوك عائلة اعطاني لا يومين تقضيه مع ولده وما يحش بأنه وحداني هل احسس لي حاسها انا دابا ايه واخوتي هدية قصتي وهدية حكايتي شكرا على الاستماع ديالكم وبسلام عليكم